ربطت إسرائيل أو الكنسة اليونية هو الخبر منشور هكذا حسب وكالة الأنباء اليوم الاثنين قرارها المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء تعرفون المغرب طبع مع إسرائيل وكان الهدف هو أن يحصل على دعم إسرائيلي بين قوسين لقضية سيادته المزعومة على الصحراء الغربية في نهاية المطاف مضت أكثر من سنتين والاحتلال أو تل أبيب لا حس ولا خبر ما أيدوهم ما قالوا لهم اليوم صادراء بالمناسبة خبر وشوفوا الصدفة حتى أن المغرب لم يصدر أي بيان تنديد حتى بيان على مستوى الكلام بما يقع في جينين فهذا الخبر وكأنه جاء في توقيت يقول لهم إذا أردتم أن ندعمكم في قضية الصحراء فهذا هو الشرط ما هو الشرط فربطت إسرائيل يوم قرارها المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة السحراء الغربية باستضافة الرباط لمنتدى تأجل أكثر من مرة منتدى وزراء خارجية دول المنطقة الموقع على اتفاقية تطبيع معها برعاية أمريكية وكان المغرب رفع مستوى العلاقات مع الكلام صهيوني في عام 2020 يعني قبل ثلاث سنوات من الآن بعد ثلاث سنوات لا شيء تحقق بالنسبة للمخزن فكان ربط العلاقات بتشجيع من الرئيس الأمريكي أنا داك دونالد ترامب الذي كان اعتراف بحكم السحراء بتغريدة انتهت أو ذهبت مع ترامب ترامب بروحة مش تغريدة هو بروحة ترامب تم حدف حسابه من تويتر يعني أصلا ترامب أصلا لا وجود له في تويتر لأسباب كثيرة فما بالك بتغريدته التي يعتبرها المغرب دعما له أو حجة على أن أمريكا تدعمه في قضية السحراء وقالت مصادر دبلوماسية أن المغرب قد يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل من خلال ترقية البعثات الدبلوماسية أوكي هذا معروف ومعروف السفير والصفارة في العمارة وما وقع في موقع الصفارة في المغرب لكن الشرط الجديد هو أن قال وزير خارجية الاحتلال نعمل حاليا على هذه القضية واش هي القضية؟ هي اجتماع وزراء خارجية الدول التي طبعت وأن يستضيف المغرب هذا المنتدى في شهر سبتمبر أو أكتوبر يعني في النهاية الاحتلال الصهيوني ليس فقط يتحجج ويتأخر على المغرب أو على المخزن بدعمه للصحراء بدعم السيادة المزعومة للصحراء وإنما يعطي يعني سقفا زمنيا الإخوان في المغرب يعني الإخوان الشرافاء صدقا أخاطبوكم وعلى بالي تفرجوا البرنامج وهناك يعني دحكم من كل الخلافات هل ترون هذا عادي أنه إسرائيل تقول للمغرب الكاين الصهيوني تقول له اعقد الملتقى عندك سبتمبر أو أكتوبر آخر أجل ومقابل هذا سأرى إن كنت سأدعمك في قضية الصحراء يعني احتلال هل يمكن أن تحصل على رخصتك في السيادة من دولة تنزع سيادة الدولة يا فلسطين أو احتلال يدعم احتلال استحيل لا على المستوى خليكم المستوى السياسي والاستراتيجي حتى على المستوى الأخلاقي هذا إن بقيت هناك أخلاق تعتبر كمعيار لتقييم المواقف الله أعلم الله أعلم